المستشار الألماني أولوف شولز الذي يتحدث الآن تعقيباً على ما يحدث الآن من تطورات وهذه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إذن هذه الكلمة للمستشار الألماني عن الأزمة الأوكرانية إذن نحن نتابع هذه الكلمة إلى أن تجهز لربما هذه الترجمة إذن نستمع لكلمة المستشار الألماني أولوف شولز يتحدث عن الأزمة الأوكرانية في إطار رسط المواقف الأوروبية دعونا نستمع دعوت الحكومة الألمانية لعقد الشماع وذلك لعقد مشاورات بشأن ماذا يحصل واتخاذ قرارات بالنسبة للمواطنين الألمان الذين لا يزالوا يعيشون في أوكرانيا وأنا أدعوهم لمغادرة أوكرانيا بشكل فوري للحفاظ على سلامتهم دعوت أيضاً لعقد الشماع طارق للبندشاك أو البرلمان الألماني يوم الأحد وكرئيس مجموعة السبع أدعو لاتخاذ موقف موحدة من هذه المجموعة فيما يتعلق بماذا يحصل في أوكرانيا ولقد أجرينا مشاورات وهي مستمرة مع الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى حلف شمالية الأطلسي وذلك لاتخاذ عقوبات وإقرارها ضد روسيا وهي عقوبات كنا قد حضرنا لها فضلاً عن ذلك نريد أن نضح للقادة الروس أنه عليهم أن يدفعوا ثمناً باهذاً بشأن ماذا يفعلون هو والرئيس الروسي فلاديمير كوتين قد ارتكب خطأ جسيماً دعوني أقول أيضاً شيئاً بالنسبة للحلفاء في شرقية أوروبا منها رومانيا وبلغاريا ودول البلطيك أقول لهم إنني أتفهم قلقكم وسنقف إلى جانبكم ألمانيا ستقف معكم وستلتزم بالاتفاقات الدفاعية للنيتو وأنا والرئيس الفرنسي إيمانيال ماكرون نقترح أن يكون هناك اجتماع لكل القادة الأوروبيين وأيضاً لقادة دول العضو في حلف الشمال الأطلسي ليجعل ذلك كما سنتجع لبروكسل لإجراء مناقشة موسعة بشأن ماذا يحصلوا في أوكرانيا وفي هذه المناسبة أدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف عمله العسكري فوراً وذلك لعدم إراقة الدماء كما أدعوه لسحب قواته من أوكرانيا